مرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لوفيك كيف متعوتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة عمت نوع اليوم بيش نحكيه على زلزالي هزعرش حركة النهضة قيسة سعيد يعلن تفعيل الفصل 80 وإيقالة المشيشي وتجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وترأس النيابة العمومية أعلن رئيس الجمهورية قيسة سعيد مساء يوم الأحد 25 جويل 2021 عن تفعيل الفصل 80 من دستورة مبرزا أنه اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب وقال قيسة سعيد خلال اجتماع مع قيادات أمنية وعسكرية أنه اتخذ جملة من القرارات قال أنه سيتم تنفيذها على الفور وأبرز أن القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابة مبين أن الدستور يمنع حله ولفت إلى أن القرار الثاني هو رفع الحصانة عن كل النواب وأن القرار الثلاث هو رئاسة النياب العمومية حتى تتحرك في إطار القانون وإلى أن القرار الرابع يتمثل في إقالة رئيس الحكومة هشيم المشيشي ورئاسة السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة يختار وهو من سيرأسها ما تنسيوش لايكوش تيراكو تفيل جارة سو باي باي